اهلا وسهلا فيكن اصدقائي من جديد اليوم رح نعمل اونلاين تيست يعني اختبار للغة الالمانية بس اونلاين طبعا هاد الاختبار موجود لعدة مستويات لهيك رح ناخد نحن مستوى B1 ونعمل الاختبار طبعا الاختبار هو عبارة عن 20 سؤال رح حل لهم واشرح عنهم وهيك بتراجع معلوماتكم معي لهيك خليكم معي طبعا اول شي مندخل على الموقع اللي فيه التست اللي رح نعمل فيه التست طبعا الموقع بيكون بهذا الشكل ننزل لتحت مكتوب هون لازم نختار التست اللي بدنا نعمله طبعا في عنا اول شي تست شتوفة A1 تست شتوفة A2 تست شتوفة B1 تست شتوفة B2 طبعا نحن رح ناخد تست شتوفة B1 ونعمل التست نضغط عليها بعدين تست شتوفة B1 بشان نبدأ الونلين تست بكل بساطة بتطلعنا الاسئلة إذن هاي الاسئلة لازم نجاوب عليها وعننا السؤال الاول وي لاتت دي ريشتige انتورت تست شتوفة B1 وي لاتت دي ريشتige انتورت قبل الداتيل مو متل هون ست تست subsequently بتطلعنا cercaشة وعن نحن منقرأ السؤال والإحتمالات ومنجاوب وبعدين بس خلص والعشرين سؤال تطلع لنا النتيجة عندنا السؤال الثالث Welches ساتس ende ist richtig? شو هي النهاية الصح لهذه الجملة? Die polizei hat versucht Die demonstranten zu einspüren Die demonstranten einzuspüren C. Dass die demonstranten einspüren D. Dass die demonstranten einzuspüren Die polizei hat versucht Die polizei hat versucht معناتها لازم يكون في عندنا تكملة zu plus infinitiv ولازم نعرف كيف نضيف zu للفعل إذن للإنfinitiv ففي عنا أحيانا نتغيب بعض فيرب إذن فعل منفصل وفي عنا أحيانا فعل عادي فملاحظ هون Die polizei hat versucht Die demonstranten einzuspüren zu saira بين ein وبين schpüren ومنننزل إلى تحت نعطي weiter مشان يأخذنا على الصفحة التانية السؤال الرابع ومننزل إلى تحت أحيانا نتغيب بعض المساعدة أي جملة تناسب في عنا جميلة طبعا هون في عنا فراجة يعني سؤال غير مباشر والسؤال الغير مباشر مثلا اش مرشت لازم نستخدم وبس استخدمنا لازم نعرف انه الفعل لازم يكون بالأخير في عنا هون جملتين في هون الجملة الاولى والجملة التالتة عفوا بس للأوب جملته دائماً نبنزات إذن أب إس هي أين بوستامت جيبت فإذن هو الصح الجملة الخامسة أي صيغة فعل هي الصح إذن بيتا في ورشة التصليح يعني تصليح السيارات هات زين أوتو ريبريرن لازن ودا ريبريرن لازن زين أوتو هات ودا هات زين أوتو ريبريرن جيلاسن ودا وورد زين أوتو ريبريرت إذن الجواب الصح هو أ ليش لأنه عندنا أول شي هاوبزات بيتا وا في عنا و يعني حرف عطف لازم كون في عنا هاوبزات تانية يعني إنه تبدأ بالفعل هات إذن وقام بتصليح سيارته كان في الورشة وقام بتصليح سيارته ما بصير ريبريرن جيلاسن الفعل لازن بيجي مع عدة أفعال ومعناه إنه نحنا عم نعمل شيء ولكن ما عم نقوم فيه بأنفسنا هو صلح السيارة بس يعني مثل كأنه ترك السيارة للتصليح وإذا إجاب هاي الحالي لازم يكون بالإنفينيتي بمو بالبيرفكت مثل هون عندنا السؤال السادس أي فعل هو صح أي تصريب فعل هو صح الإحتمال الأول بتا هات ديفازة طبعا الفعل هو من فعل يعني وضع فالماضي طبعا هو فمستبعد هاي با ومستبعد جملة الأخيرة إذا نضل عنا الفعل فالفعل فالفعل لا يأتي معه فإذا الجواب الصح هو وصلنا السؤال السابع اي كلمة تناسب طبعا هون في عنا أفعال صايرين على شكل صفة يعني هاد اسمه فالفعل وضع فالفعل فالفعل وزعب الصح هو C اي شبرن اوز المفارن دنزوج إذا نحن ستحدمنا باتذيب 1 في عنا أفعال في عنا أفعال نحن ستحدمنا باتذيب 1 وفالفعل فالفعل 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 فإذا كان الفعل بعد جملة ناخديم دائما إذا كان الفعل بالبرتيرتم لازم يكون فعل جملة ناخديم هو بلوس كفام بيرفكت إذا ما بعرف إذا هاد المستوى موجود بالبي 1 ومعنات هاد الزمن انه تسلسل الأحداث إذا أول شي صار حدث بعدين صار حدث ثاني والثنين صاروا بالماضي ومعنات هاي الجملة انه بعد ما استحم بعد ما أخذ حمام يعني أراد أن يتناول فطور إذا الحدثين هون صاروا بالماضي ولكن فيه ترتيب أول شي استحم بعدين أراد أن يتناول فطور عنا الجملة التسعة فالفعل فالفعل إذا جواب الصح هو لأن هون في عنا نفس الترتيب السؤال رقم 8 إذا في عنا حدثين صاروا بالماضي ومتسلسلين فمنطلع نحن على الفعل في عنا هون جينغ جينغ هو فعل بالبريتيرتم معناتها لازم يكون عنا بهذه الجملة زمان بلوس كفام بيرفكت حتى إرليدكت ولكن هون عنا إرليدكت هاته بسبب فايل إذا الفعل الأساسي بآخر الجملة إذا نفس الترتيب حدثين صاروا بالماضي واحد بالبريتيرتم واحد بالبريتيرتم بلوس كفام بيرفكت السؤال العاشر إذا الجواب الصح هو يعني أنه هي ربحات باللوتو السؤال العاشر إذا جملة تكون الأكثر احترام أو الأكثر رسمية إذا بطلب شيء إذا فيه شغلة إنه كلمة مال ما بتجي مع الطلبات يعني إذا بنطلب طلب بإحترام ما منذكر كلمة مال ومذكورة بثلاث جمال فإذا جواب الصحيح هو الجملة الثالثة اللي مو مذكورة فيها كلمة مال وفي نفس الوقت مذكور في عنا كونتن سي مير ديكاتي إذا في عنا كونيكتيف 2 هو وفي نفس الوقت من الطلب الشيء في بإحترام سؤال العاشر Welches Verb passt am besten? إذا جز关وظす جملة كلمة ميدة لسحو أخبر ان نفس الوقت محيد إذا ان كله ميزوى لو كنت مكانك وأحيد ش现在 هلؤ الدوري إذا جوملا صحيح جوملا تسيح سؤال 13 إذن أي جملة فيها نفس المعنى معنى هذه الجملة أنه ربما يكون مريض أو ربما لا فإذن هذه الجملة جملة احتمال سنرى يعني هو أكيد مريض الناس يريد أن يكون مريض أيضا هذا ليس المعنى أبدا هو كان الأسبوع الماضي مريض وإنه كان الأسبوع الماضي مريض طبعا هذا ليس نفس المعنى إذن هذه الجملة الصح هو ربما يكون مريض إذن نفس المعنى هو ربما يكون قريبا أو ربما يكون قريبا الجملة 14 أي جملة فيها نفس المعنى إذن جملة من هذه الجملة فيها نفس المعنى إذا تستطيع أن تستطيع أن تفعلها نفس المعنى إذن الجواب هو أ لن تفعلها نفس المعنى هذا ليس كذلك لأن هذه المشكلة الكبيرة إذن تعني أن تفعلها نفس المعنى الجملة 15 أي صيرة هنا صحة إذن أنا أعطي الجملة أنه أنا ما بصدق ولا كلمة منك ولكن إش كلاوبي بجماع داتيف دائما إذن والسؤال الرقم 16 أي صيرة تناسب إذن هناك لدينا ساتس هناك لدينا رلاتيف برنوم هؤلاء الملوانين سنرى أي رلاتيف برنوم هي الأصح Der Mann, mit dem ich dich letzte Woche gesehen habe, ist heute hier gewesen طبعا جواب الصح هو Der Mann, mit dem ich dich letzte Woche gesehen habe, ist heute hier gewesen الرجل الذي رأيتك معه الأسبوع الماضي يكون اليوم هنا mit dem إذن هذه هي الغلاتيف برنوم الصح إذن ومت كمان الغلاتيف برنوم ولكن تستخدم للأشياء وليس للأشخاص Der Mann, mit dem ich dich letzte Woche gesehen habe إذن ومت استخدم للأشياء فإذن الجواب هو C جملة رقم 17 طبعا لازم نستخدم لأشياء الأحوال سيأتي في غطز ما يحدث Wegen بسبب بسبب الأمطار اضطرينا أنه نلغي الرحلة فعفينا هنا Wegen then Reagan وو wegen نعرفها لازم تجي مع الجينيتيف يعني der Reagan بصير des Regens والجواب هو C جملة 18 welches verb passt sie kauft sich lieber neue kleider anstatt abnehmen oder zu abnehmen oder abzunehmen oder nehmen ab ist an anstatt abzunehmen welche form passt es war sehr dunkel weil man nicht sehen konnte oder darum man nicht sehen konnte oder trotz dem man nicht sehen konnte oder so das man nicht sehen konnte laqad kana muslim jiddan kan fi zalaam k'tir bissebab innu luached ma bischoof wakidla muwail wala darum wala trotz dem isan so das isan de es war sehr dunkel so das man mit großem interesse habe ich ihre anzeige in der zeitung gelesen oder mit großem interesse habe ich ihre anzeige in der zeitung gelesen mit großem interesse habe ich ihre anzeige in der zeitung gelesen oder mit großem interesse habe ich ihre anzeige in der zeitung gelesen simultaneous unknown the minute in der zeitung Antwider لأن دي تسايتونج هون في عنا داتي فإذا الجواب هو بي بعدين نضغط على إرقابنسة اللي هي النتائج طبعا ما بعرف إذا كل شي صح عندي إذا منلاحظ هون تست إرقابنسة باعد لك السؤال وباعد لك الخيار اللي أنت مختاره إغى أنتفوت جوابك كان تسي يا إش هاب إس إيم شون قيبن ومكتوب هون غشتش يعني صح إذا السؤال الثاني والثالث والرابع كذلك كله نفس الأمر إذن هون في عنا إرقابنسة إست 20% ودهوند بروسانت دهوند بروسانت دهوند بروسانت دهوند بروسانت يعني إنو أنا أخذت 20 من 20 أو 100 بالمئة إش فرسوك إس نوخ مال في عنا خيار إنو نعيد وفي عنا خيار إنو نتسوق zur تستوال في عنا نغير التستوال اشتركوا في القناة